لماذا تأخر قانون إصدار العفو العام؟ هل هناك أمل بإصداره أصلا؟ هناك الكثير من تجاذبات سياسية اللي حالت دون أن ينجز هذا الملف الإنساني وبالتالي يتم مناقشته أو طرحه على جدول الأعمال خلال هذه الفترة المنصرمة من جلسات أعمال مجلس النواب العراقي مع الأسف أن هذه التجاذبات السياسية حولت هذا الملف الإنساني إلى ملف سياسي وبالتالي نعم حضرتك شرطي في مقدمتك للبرنامج أنها جزء من المطالب القوى السنية وأيضا أدرجت في البرنامج الحكومي لدولة رئيس الوزراء محمد الشيعة السوداني وبالتالي هناك ثقوف زمنية لإنجازها لكن لحد الآن لم نلمس أن هناك جدية فعليا لإعادة تعديل وقراءة فقراءة قانون العفو العام رقم 27 سنة 2016 المعدل لسنة 2017 وبالتالي لحد الآن هناك آمال مطروحة لكن لحد الآن فعليا لم نشهد أن هناك إجراءات جدية لطرح هذا الموضوع على جدول أعمال مجلس النواب القادمة يعني دكتور اصدار قانون العفو العام وفق مدة زمنية محددة هي من الملفات المهمة اللي بالفعل نطالب بيها ومثل ما فهمت من عندك هل لا توجد نية لتشريع قانون العفو العام هناك مزايدات سياسية بحيث تعقد هذا الموضوع نعم هناك مزايدات سياسية من بعض الأطراف لغرض بالضغط من هذا الطرف لهذا الطرف أو لتمرير بعض القوانين التي يروها لمصلحة جهة من الجهات لكن فعليا هناك خطوات هذه الخطوات قد تكون نعم نشهد أن التجادبات السياسية داخل مجلس النواب العراق لكن فعليا في أروقات الحكومة مثل ما تفضلتي وزير العدل في أكثر من المناسبة وأيضا السيد السوداني أكد أن هناك التزام فعلي بإنجاز بعض الاتفاقات السياسية أو القوانين المدرجة ضمن البرنامج الحكومي لكن هذه فعليا تحتاج إلى إجراءات مراجعة وإجراءات قانونية وتنفيذية وبالتالي ما أعلن عنه وزير العدل دكتور خالد الشواني نعم هذا واقعا أنه نعم شكلت لجنة داخل وزارة العدل لعادة النظر في جميع من يشمل بهذا القانون وأيضا الجرامة التي من الممكن أن تستثنى أو تضاف من سوف يشمل بهذا القانون دكتور يعني اليوم هذا الجدل الموضوع الواردة في قانون 19 وفي قانون 27 اشتركوا في القناة